مرحبا الله أعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم في قناة أفكاري مرة أخرى شكرا للناس اللي عملوا سبسكريبشن حديثا وبدأوا يتابعوا هذه القناة حديثا أنا وابني بدأنا ننظر لكثير من الفيديوهات عن الناس الناجحين وننظر إلى طريقة نجاحهم للأسف معظم هذه الفيديوهات أنا أشعرها أنها ليست مشجعة للناس كتير لأنهم بنظروا إليها بطريقة أنها من هذا الناس السوبر باور ولكن لأنهم ما بيحدثوا عن فشلهم والطروق اللي تخطوا فيها مرحلة الفشل فيه فلسفة في الحياة أنه لازم نعرف أنه الفشل هو طريقنا للنجاح الأسد في حوالي 95% من حاولاته في الصيد بفشل وما بيقدر يحصل على فريسته و25% بس بنجح واستمراره في مطاردة الفريسة ليس لأنه فقط جوعان أو بده يوكل لكن هناك قانون في الطبيعة اسمه جهود المهدورة هذا القانون بنطبق على كثير أمور معظم بيوض الأسماك تأكلها الأسماك الكبيرة معظم مياه الأمطار بتنزل في المحيطات معظم الحيوانات الصغيرة تموتها بعد الولادة معظم البذور تأكلها العصافير وبعدين البسيط منها ينمو منه النباتات والأتجار وحده هو الإنسان اللي يرفض هذا القانون اللي هو قانون جهود المهدورة للأسف بشعر أنه نجاحه هو فقط يجب أن يكون نجاح بدون فشل لكن لا يوجد نجاح بدون فشل لأن الفشل هو طريقة للوصول إلى النجاح الفشل الحقيقي هو التوقف عن المحاولة أديسون في أحد المقابلات سألوه أنك فشل 99 مرة في إنتاج المصباح الكهربائي ونجحت مرة فقال لهم لا أنا لم أفشل أنا وجدت 99 طريقة لعدم إيجاد المصباح الكهربائي وطريقة واحدة فقط لإيجاده فهذه الطريقة لا تستحي أو لا تشعر بالحرج أنه في سيرتك الذاتية هناك عثرات وخطأات وسقوط النجاح هو أول طريقة للاستمرار عشان كده الكلمة الوحيدة اللي بدأ خلص في هذا الفيديو استمر ولا تقف يعطيكم العافية